الثمنة صباحا بتوقيت القاهرة الخامسة بتوقيت جرينتش موجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم أقد الرئيس عبدالفتاح السيسي اجتماعا مع رئيس مجلس الوزراء بحضور وزيرة التنمية المحلية ومحافظ جنوب سيناء لاستعراض المحاور المختلفة الاستراتيجية التنمية الشاملة لمحافظة جنوب سيناء وخلال الاجتماع وجه رئيس السيسي بمواصلة وتكثيف العمل على تعزيز الأداء التنموي والسياحي لمحافظة جنوب سيناء وشدد الرئيس السيسي على ضرورة أن تتضمن التنمية في جنوب سيناء رفع كفاءة وتطوير القطاعات التي تمس حياة المواطنين وتطرق الاجتماع لمتابعة مشروعات التنمية بطابة ونويبع وأبورديس وأطور التقى وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج بدر عبد العاطي المدير العام لمنظمة اليونسكو أودري أوزالاي على هامش فعليات الشقة الرفيع المستوى للدورة الحالية للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك كما عقد عبد العاطي اجتماعا ثلاثيا مع وزيري خارجية اليونان وقبرص حيث أعرب وزير الخارجية عن تطلع مصر لاستضافة الاجتماع القادم لقمة آلية التعاون الثلاثي قبل نهاية العام الجاري مشيدا بما تتيحه الآلية من تنصيق المواقف على أعلى مستوى بين الدول الثلاثة وعلى نحو يعزز من طبيعة الشراكة بينهم يعقد مجلس الأمن الدولي اليوم اجتماعا طارئا حول الوضع في لبنان وقالت الأمم المتحدة في بيان أن الاجتماع الذي طلبته فرنسا سيعقد بحضور الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتوريش تبادلت إسرائيل وحزب الله اللبنانية القصف العنيف على طول الحدود وأعلن جيش الاحتلال تفعيل الإنذارات في منطقة جوش دان في تل أبيب ووسط إسرائيل كما شن جيش الاحتلال ضربات جوية عديدة على أهداف لحزب الله في لبنان مستهدفا منصة لإطلاق السواريخ ومواقع بنية تحتية وكذلك استهداف إبراهيم قبيسي قائد شبكة السواريخ في حزب الله في غارات في ضحية بيروت الجنوبية وردا على العدوان الإسرائيلي أعلن حزب الله قصف قاعدة داود العسكرية في شمال إسرائيل على دفعتين بتسعين صاروخا وإطلاق مزيدا من صواريخ فادي إثنان مستهدفا مواقع عسكرية قريبة من مدينة حيفا في الشمال وصل الاحتلال الإسرائيلي غاراته العنيفة على مناطق متفرقة بقطع غزة وكشفت مصادر فلسطينية عن استشهاد أم أربعة من أطفالها في قصف الاحتلال الإسرائيلي على مدينة رفح الفلسطينية جنوب قطع غزة وفي شمال قطع استشهد خمسة فلسطينيين بينهم سيدة وطفلان وأصيب أخرون في قصف لطيران الاحتلال منزلا في بيت لاهيا أعلنت الفصائل المسلحة بالعراق مهاجمة هدف حيوي بصاروخ الأرقب داخل إسرائيل في الوقت نفسه أفادت صحيفة إسرائيل هايوم بأن منظمات الدفاع الجوي فشلت في اعتراض مسيرة أطلقت من العراق تجاه قاعدة عسكرية في جنوب إسرائيل وصل فريق الزمالك الرياض لمواجهة نظيره الأهلي في نهاي السوبر الأفريقي يوم الجمعة المقبل وكان البرتغالي جوزي جوميز المدير الفني للزمالك أعلن عن قائمة تضم 25 لعبا لخوض مباراة الأهلي وتضم الربعية المنضم حديثا لصفوف الفريق هذا وتصل اليوم بعثة فريق الأهلي للرياض لخوض نهائي السوبر الأفريقي أمام الزمالك الذي سيقام على أستاذ أرينا انتهى موجزة الثامنة عودة الاستكمال باقي فقرات بردامك صباح الخير يا مصري لكن بعد الفاصل ترجمة نانسي قنقر